السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اصدقائي والافتحية ومرحبا واهلا بكم معي في درس جديد بتعلم العود والطرب والغناء العربي معكم زياد هادي الاستاذ في محا دراسات الموسيقية العراقي والستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية ارحب بكم اجمل ترحيب اليوم احنا عدنا اغنية من التراث العراقي واللي حبوه كثير دائما اؤكد على قراءة النوطة واليوم راح اقرالكم نوطة امانكم في الورقة مثل ما تلاحظون اغنية على شواط دجلة اللي هي من مقام البيات وتلاحظون كاتب الايقاع ايضا موجود قدامكم سنقين سماعي اللي هو يقول دم تاكي تاكي دمي تاكي اس دم تاكي تاكي دم تاك اس هكذا يقرأ سنقين سماعي راح نبدأ في المقدمة ولازم تقرون نوطة وما تتعودون دائما على القراءة الحرفية اللي هي غلط قراءة راح تكون عندك سي لا سي لا سي لا دو سي لا صل راح زفلكم اياها بالعود معاها حتى نكون نقراها جيدا سي لا سي لا سي لا دو سي لا صل لاصل 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 سي، لاصل فا؛ صل-فا 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 لا صل-فاه مي فامي فآبي صال فامي رجل لاصل 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 ونا يبدأ الغناء على شواط الدجلة ر持atteك بعد ما كملنا المقدمة راح تكون عندك ري مي فاصل ري مي فاصل فا مي ري هنا راح يبدي المقطع الآخر راح يصير عندك هنا دائما ينخلون هذه النغمة البداية دائما يعني معنات الدم راح يصير عندك لالالصال لسي لا صال فا تلاحظون أمانكم راح نأيد لكم وتنعاد مرة أخرى ري مي فاصل فا مي ري وتعاد من البداية بحيث راح تكون كالتالي أنا راح أزبكي هنا الآن مع العود راح يصير طبعا هذا مع الأداء بحيث راح تكون كالتالي ثم عاد مرة أخرى مرة واحدة شكرا لكم أصدقائي وأتمنى معكم ضغط زر الاشتراك وأيضا الاشتراك بالدورات الشهرية دورات تعلم آلة العود والطرب العربي والعراقي من خلال ما تشتركون بالدورة من خلال الاشتراك شهري تكون ثمن محاضرات بأجر وتقدرون تتصوم برقم الواتساب موجود تحت الفيديو أهلا وسهلا بكم وأشوفكم خير ولا تنسون الاشتراك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله